الشماس يطلق عبر الانتفير انذار الأخير للسياسيين قبل فواتي الأوان تقرير جويس عيئي لا شعب راض عن فرض ضرائب إضافية عليه ولا المصارف ولا التجار ولا أصحاب الشركات الكبرى فكل الأفريقاء يجدون الأمر مشحفا بحقهم وتمويل سلسلة عبر فرض ضرائب إضافية ستدفع ثمنه كل الفئات كما يؤكد المحلل الاقتصادين ولا الشماس الذي يرفض الضرائب الإضافية على المصارف مطلقا لانذار الأخير للسياسيين قبل فواتي الأوان كما يقول المصارف رح يفرد علي ضريبة أولا على سندات الخزينة وتانيا على الأرباح مثل كأنه تاجير عم ببيع أمصان عم بتحطي ضريبة على كل أميس ببيعه وتاليا على أرباحه فإذا بدك النتيجة رح تكون أنه عم يطلع الضريبة مرتين أنت عمليا عم تجي تقولي للمصارف ما تستثمر بسندات الخزينة وهي دي هرتقة لأنه الدولة اليوم مكسورة وهي بحاجة لتمويل مصرفي فعمليا البديل هو أنه الدولة تروح تدين من صندوق النقد الدولي وبدو يحط علينا شروط المسكوب ويركعنا مثل ما صار مع اليونان ومصر أما الدولة اللبنانية بدها تروح تقترب من الخارج وبسبب التصنيف الاقتماني المتردي للبناني اللي هو بي ماينوس بدها نسب الفوائد تكون بـ 11 و 12 و 13 بالمية ولكن ارتفاع نسبة الفوائد يزيد الدين العام طبعا كل واحد بالمية زيادة على نسبة الفوائد على طبعا مجموعة الدين بزيد خدمة الدين على الدولة اللبنانية 750 مليون دولار بالسنة وبالوقت ذاته على الكتاع الخاص 650 مليون دولار بالسنة هالخطوة اللي مفترض على الورق أنه تفوت لخزينة الدولة 150 مليون دولار بالسنة رح تكون كلفتها على الاقتصاد عشر مرات هالكل في هادي فرجاء يا مسؤولين لما أنتوا تجوا تبحثوا بضرائب جديدة انظروا لها بعينتين مش بعين واحدة فما الحل بحسب الشماس؟ الحل هو أول شي لجم الهدر وتخفيض النفقات والمجال الآخر هو بتحسين الجباية في الغتام الهدر كبير والصفقات معروفة من المرفأ إلى المطار فالكهرباء والأملاك البحرية وغيرها وربما من هنا يجب أن تمول السلسلة ترجمة نانسي قنقر